بدأنا نعمل هي مطلوبة افتتاحها خلال شهرين شهر ونص شهر ونص جانب القرار 17 تموز جب تبدأ الفضائية بخطاب الرئيس صدام حسين بدون مناقشة ماكو مناقشة جانب السياسي هل كنتوا راضين على المفوق منكم المسؤول عنكم ما كان يفرض عليكم آراء أو قرارات أو تعليمات غير راضين عليها لا تصلح مثلا للتطبيق العملي قرار يجيكم من جهة عليا وأنتوا بالنتيجة غير قادرين على تنفيذ هذا القرار واجهتك حالات الوزراء اللي اتعاقبوا أيضا كيف كانوا يتعاملون مع الفضائية العراقية أقول لك شيء واحد لم يتدخل أحد بالفضائية العراقية لأنه يخشى الفضائية العراقية جميع التوجيه الوحيد الذي يوجه الفضائية العراقية هو الرئيس القاهة السلدان رئيس الجمهورية ومن خلاله من خلال عبد الحمود سكرتير الله يرحمه من خلال السكرتير نعم فصار التبليغ أنه أنه خلال اسبوعين تحضروا في لقاء مع الرئيس حول موضوع الفضائية يحضروا شو نعدكم أنتم وهنا أنا راح شيء للتأذير قال لي الكلام إليك قال لي الحديثي ما عندك تسوال فيني هاي الرئيس قلت له سيدي أنا نقول لك تحيات العاملين في الفضائية العراقية ونعادك على المضي أن نطور عملنا هاي الكليشة اللي لازم تنقال ونأخذ بالملاحظة التي وردت هنا في هذه الجلسة وسجلناها قال لي لحظة لحظة هاي شبيك بالقاهرة أنت واقي ورايح مستشفى قال لي كان عنده اجتماع وزارة الإعلام العرب أنا والأستاذ الصحاف وأخونا الله يتكرر بالخير وعدها يطائي فكنا مجتمعين بالفندق عند الأستاذ قبل الجلسة من الجامعة العربية أنا ذاك لحظة لحظة المساء أصابني تعرق وضيق بالنفس ففعلنا تغير فأستاذ الصحاف قال لي هم رحوا للمستشفى الخبر الصديق مصري جاني وداني للمستشفى سأولي ثاني يوم قصطرة الحمد لله ما طالع عندي شي فقلت لسيدي هذي قال لي أنت تدخن لو ما تدخن قال لي والله سيدي شم تدخن وبطلت قل لي على بختك والله لو تدخن كان صدرك عمر ما بي شي زين فهدى أمنا من هذا ورحنا رجعنا إلى الحديث وصار حديث للتطوير طبعا اللي كان المتحدث الرئيسي الحسن الله يرحمه أما المهندس بيان صلاح الدين ما عنده شي ما يتحدث ما عنده جانب برامجي والله يرحمه جبار جاسم ما لعلاقة شاب الصحاف من المقتلك أي أنت يعني